هنقول دلوقتي بقى آخر جزء في حلقتنا النهاردة وهو فقرة درس عملي زي ما اتفقنا بنقدم لكم في كل حلقة حاجة عملية بنعملها بشكل عملي بقول لكم تتعمل ازاي والدرس العملي لحلقة النهاردة عن وسائل زيادة لبن الرضاعة الطبيعية اي ام عندها مولود جديد بيبقى عندها شغف وشغل شاغل كبير جدا جدا ازاي ازود لبن الرضاعة الطبيعية عايزة لبن بتاعي يكفي ابني او بنتي تمام اول نصيحة فيه نصائح اساسية اول نصيحة هي بلاش توطر يعني بلاش توجس او توطر او توقع ان انتي كمية اللبن اللي عندك مش هتكفي الطفل لان الطفل اللي عمره ايام وحتى اسابيع احتياجاته الغذائية قليلة هي العملية كده ربنا سبحانه وتعالى خليقها نسبة وتناسب تمام فالطفل ده مش نازل يعني يرضع كميات كبيرة اوي فبلاش توطر تاني حاجة لما الطفل يكون بيعيط وهو هيعيط وعلى طول هيعيط في الفترة الاولى حفظي انتي على ثباتك حفظي على هدوئك الغريزة كمان مهمة جدا الغريزة يعني ايه يعني اتصرفي بغرستك اتصرفي بالطريقة اللي انتي شايفة ان هي صح سواء في وضع الطفل او في كذا خلاص كل الناس على فكرة بتغلط والامهات كمان بيغلطوا بس حبك لطفلك والغريزة والفترة اللي وضعها ربنا سبحانه وتعالى جواكي هيخلوا دايما الخطأ لقدر الله ان حصل هو خطأ غير مضر فما تفكريش ان انتي مش هتغلطي هتغلطي لازم هتعملي اخطاء والرحمة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى بينا وبيكم انتو كامهات تحديدا ان بيخلي الاخطاء مش فادحة يعني تمام؟ خلوا بالكوا كمان بقى نقول بقى وسائل الزيادة بتاعت لبن الرضاعة بس قبل ما اقولها الحقيقة عايزة اقول معلومة كده او يعني جملة للي بيرضعوا بقى رضاعة صناعية ان الرضاعة صناعية ولا نخليها في الاخر دي خلينا نقول الوسائل زيادة الرضاعة الطبيعية يعني بشكل كويس اكتر حاجة تزود لبن الرضاعة الطبيعية هي الرضاعة نفسه من غير موعيد مفيش حاجة اسمه موعيد والطفل لسه صغير يرضع وقت زي ما هو عايز يرضع وقت ما هو عايز هيطلب الرضاعة على طول رضاعة على طول ما تعودش تقولي لا ده لازم يرضع كل ساعتين وهو صغير لا ممكن تنظمي بعد كده لما تبتدي تفهمي طبيعة طفلك يبقى اول اول حاجة تحفز انتاج لبن رضاعة كويس هي الرضاعة نفسه تاني حاجة شرب السوائل تحديدا والمية بشكل خاص تالت حاجة التغذية السليمة مش الكتيرة يعني انك تاكلي صح مش تاكلي كتير وما فيش على فكرة ما يمنع انك تاكلي حاجات نفسك فيها طالما بالمعقول يعني هدرب لكم مثلا مثلا زي الايس كريم يعني انت كأم بتردعي نفسك تاكلي ايس كريم كليم الدنيا مش هتتهدى على فكرة لان احيانا الحاجة اللي انت نفسك فيها دي بتخليكي في مود احسن وبتخليكي في حاجة احسن مش حرام يعني ولا عيب ولا غلط انك تقولي ايه ده هو انت بتردعي وعايز تاكلي ايس كريم اه ما فيش مشكلة انت مش هتاكلي يعني علبة كبيرة هتاكلي حاجة بسيط ما فيش حاجة نفسك تبقى فيها كليها بس بالمعقول كمان من الحاجات اللي بتحفز قوي لبن الرضاعة انه يزيد التمارين الرياضية في منطقة الصدر والتمارين الرياضية دي انا بقولها لك وهو بطريقة اللي كان بتتقال زمان او من عشرات السنين الثانية والمد يعني وانت قاعدة كده عادي عاملي كده زي ما انا بعمل كده اهي هي دي التمارين الرياضية مش لازم تروحي جيم ومش لازم تعملي مش عارف ايه خالص وانت قاعدة كده عاملي كده بس كده كمان من الحاجات اللي بتحفز قوي افراز لبن الرضاعة بشكل افضل اوقات الراحة والاسترخاء يعني حتى لو بالنهار لو قدرت يتنامي نص ساعة او ساعة ده حل وقوي والهدوء في المكان وقت الرضاعة يعني بلاش تردعي وفي لما حواليك الرضاعة اصلا ليها قدسية كده وليها جلال وليها احترام الطفل احيانا انت بتكوني فاكرة الحكاية دي عادية فيه امات كده تروح جايبها الطفل وتردعه وتبقى اختها قاعدة ولا جرتها ولا صاحبتها ومامتها وتلفزيون شغال فيه حالة فوضى صوتية كده لا وقت الرضاعة ده بتخشي كده قطك وبتقفلي على نفسك وبتردعي الطفل فيه هدوء انت وهو بس سواء بنتك او ابنك تمام كمان فيه اكلات محددة بتزود فعلا لبن الرضاعة وبتكلم هنا تحديدا عن الجرجير والسمك المشوي طبعا فيه حاجات تانية بتزود زي الحلبة والمغات والحاجات دي كلها بس حقيقة ان الحاجات دي يعني احيانا بتؤدي الى رائحة في الجسم احيانا بتؤدي او مش احيانا هي بتؤدي الى زيادة كبيرة جدا في الوزن وده مش مطلوب الكلمة بقى الاخيرة اللي عايزة اقولها للامهات اللي بيرضعوا رضاعة صناعية على فكرة الامهات دول ليهم كل التقدير والاحترام لان هما مش بيرضعوا رضاعة صناعية بمزاجهم هما عندهم سبب ادى الى الاحتياج الى وجود اللبن الصناعي من ناحية المجهود مجهودكم مساوي للرضاعة الطبيعية بالعكس بقى ده هو كمان احيانا بيبقى فيه مجهود اكتر لان فيه الببرونات بتتغسل وتتعقم والحلامات بتاعت الببرونات وهكذا يعني فيه تجهيز والمية بتجهز المية اللي بتعمل بها لبن الرضاعة بتجهز بدرجة حرارة معينة فهم من حيث المجهود الحياة بيبزلوا مجهود اكتر تمام وانتي لازم تبقي مختنعة انه الرضاعة دي احد الوسائل ها اللي بتخلق الربطة العظيمة بينك وبين طفلك مش هي الحاجة الوحيدة خلاص فانا بتكلم عن الرضاعة يعني الطبيعية فلو هي ما بقيتش رضاعة طبيعية الرضاعة صناعية يمكن ان تحقق نفس المردود من الناحية النفسية وبالتأكيد من ناحية الغذائية لاني بتشوف الاطفال اللي برضاعة رضاعة صناعية حاجة عادية خالص الرضاعة طبيعية مش معنى كده ان هي ملاش لازمة لا طبعا افيد في الاجسام المضادة وفي الحماية وفي الكلام ده كله انما طيق ام بتردع ابنها او بنتها رضاعة صناعية حرصك على ابنك او بنتك واعتنائك بيه وخوفك عليه والكلام ده كله هيحميه برضو من الامراض ويحميه من كل حاجة خلاص فمش لازم يعني نزعل ولا نتدايق ان انتو بتردعوا رضاعة صناعية اشتركوا في القناة